الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعمير المعرفة يقدم في مجال أو تاريخ الفكر الاقتصادي ما يسمى الجدلية المثالية عن جورج هيغل الجدلية المثالية عند الفيلسوف جورج هيغل جورج هيغل Dialectical Idealism مهم جدا نعرفوها أحبة الطلب والمتابعين والجدلية المادية عند كارل ماركس وما يسمى كارل ماركس Dialectical Materialism أرجو أن يكون فيه الفائل العظمى لكافة أحبتنا الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمي حيث ما كان وعلى بركة الله نبدأ مثالية هيغل ومادية ماركس هذا هو الدرس الأول في تاريخ الفكر الاقتصادي الدرس الأول في تاريخ الاقتصادي أبدأ بأشكال التاريخ المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ما هي أشكال التاريخ؟ سأستخدم رسمة بيانية أرجو أن تكون واضحة هنا لدي أشكال التاريخ المتعلقة من الاتقصادي هو تاريخ الفكر الاقتصادي يختلف عن التاريخ الاقتصادي ولو كان قريبا منه وتاريخ الاقتصادي كعلم فالآن يعنى تاريخ الفكر الاقتصادي بتطور الأفكار الاقتصادية وتتبع أصولها أما التاريخ الاقتصادي التاريخ الاقتصادي يعنى بدراسة التنمية الاقتصادية لدولة ما كيف تطورت هذه التنمية وتحققت على أرض الواقع أو ربما تدهور الاقتصادية لكن عن حالة التنمية إما متردية أو أنها متقدمة وأخيرا التاريخ الاقتصاد كعلم فهو يتعامل مع علم الاقتصاد كيف تطور علم الاقتصاد ومن هذا المنطلق نكبل بإذن الله تاريخ الفكر الاقتصادي أكرر رجو لا تنسوا أننا نتحدث عن تاريخ الاقتصادي هو دراسة نقدية دراسة نقدية لتسلسل الأفكار الاقتصادية والبحث في أصولها والعلاقات التي تربطها وتجلياتها على أرض الواقع إذن هو دراسة نقدية لتسلسل الأفكار الاقتصادية هذه الأفكار الاقتصادية والبحث في أصول هذه الأفكار من أين أتت كيف نبعت كيف نبتت في ذهن المفاكرة الاقتصادية أو المفكرين الاقتصادياً ثم العلاقات التي تربطها وتجليات هذه الأفكار على أرض الواقع هنا الواقع بعد إذنكم التقسيم الزماني لتاريخ التاريخ الاقتصادي يمكن لي أن أستخدم تمثيل بيان الآتي الآن هذا نبدأ بالعصر القديم قبل الميلاد وخاصة في العصر الهيليني أو الدولة الإغريقية حيث نمت وترعرعت الفلسفي بشكلها العظيم جداً جداً وما وصل إلى البشر حتى هذه اللحظة من تلك الفلسفي والتراث الفلسفي الإغريقي ثم لدينا العصر الوسيط له القرن الثالث عشر ومعده وأخيراً العصر الحديث حتى أكون دقيق هنا آدم اسميث يعتبر حد الفاصل لكن قبل آدم اسميث كان الملكينتاليون وكان الفيزيوقراط فطبعاً إن شاء الله في الدروس اللاحقة سأبين ذلك لكن آدم اسميث كان حداً فاصلاً وهذا طبعاً يذكرنا بتاريخ الثورة الأمريكية حيث طبعاً تطورت الأفكار القصرية بشكل كبير جداً جداً عندما استقلت استقل يعني العالم الجديد خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1776 ومن ثم نشأت يعني قوة قصارية عظمى بما فيها المفكرين والصناعيين والقصاريين وما شابه نوك بل تشمل الحقبة الحقبة القديمة ما ورثته البشرية من آراء وأقوال الفلاسفة الإغريق وهو تراث فكري واسع تركز حول مبدأ الدولة والديمقراطية ومفاهيم العدل المهم جداً والعلاقات الاجتماعية والنشاط الاقتصادي البشر بما فيها من مفاهيم عن الأسعار والإنتاج وكان الفيلسوفان العظيمان أفلاطون وأرسطون من رواد هذه الحقبة بامتياز أما الحقبة الوسيطة الحقبة الوسيطة فتشمل آراء الكنيسة أيام الحروب الصليبية سأذكرها ببعض التفاصيل في مقطع لاحق إن شاء الله ثم المفكرين الذهروا في القرن الرابع عشر من أمثال القديس توماس الإكويني سينت توماس تا إكوينيس الذي تحدث في كتاباته عن الملكية والسعر العادل والعدالة التوسعية ومفهوم الربا وأخيراً الحقبة أو الحقبة الحديثة تشمل أفكار الفيزيقراطيين كما ذكرت والميركينتالية وما بعدها مثل أفكار آدم سميث أنا خلينا أميزها بالأحمر آدم سمي أفكار وديبيد ريكارد والمدارس الكلاسيكية أو المدارس الكلاسيكية القديمة والجديدة والكنزية وما بعدها وإلى أن نصل إلى نحية القرن العشرين نكمل التقسيم المنهجي لدراسة الفكرة القصادية هناك يعني عدة مدارس فكرية أو مناهج بحثية تبحث في تاريخ الفكرة القصادية هي تسعة فدعني يعني أضع تسمياتها مع شرح بسيط جدا ثم ننتقل إلى الموضوعات الأهم أولا المنهج الزمني أو الزماني كرينوكوليجيكال أبروچ وهو دراسة التسلسل الزمني للأحداث القصادية والأفكار التي اقترنت بها مهم جدا كرينوكوليجيكال أبروچ أو المنهج الزمني هو دراسة التسلسل الزمني للأحداث القصادية والأفكار التي اقترنت بها ثانيا منهج الرفاء الرفاء ويلفر أبروچ دراسة الآثار المترتبة على الأفكار القصادية يعني هذه الفكرة القصادية المعينة نبتت من عقل أرسطو أو من توماس لكويني أو من آدم سميت وما شبه ما هي الآثار التي ترتبت عليها فيما يتعلق بمعيشة الناس وما شبه أطلقها مفكر ومنظر الفكرة الاقتصادي ثالثا المنهج المفاهيمي conceptual approach عفوا conceptual approach دراسة المفاهيم والافتراضات والنظريات التي استند إليه المفكرون والمنظرون الاقتصاديون رابعا المنهج الاستنباطي اللي هو ما يسمى deductive أو classical approach هذا المنهج الاستنباطي أو كلاسيكي استنباط الدروس والنتائج التي ترتبت على النظريات والأفكار بواسط الاستنتاج من الكل إلى الجزء من الكبير إلى الصغير حسب نظر القصصية الكلاسيكية والنزعة الطبيعية المتغيرات نحو التوازن الآن خامسا المنهج الاستقرائي ما يسمى منهج الاستقرائي أو inductive approach هو استقراء الدروس والنتائج التي ترتبت على النظريات والأفكار بواسط الاستنتاج من الأجزاء إلى الكل بمعنى آخر يعني ننظر ما هو تصرف شخص معين أو مجموعة من الأشخاص ثم نعمم على المجتمع كله كيف تصرفت يعني مؤسسة معينة ثم نعمم ذلك على كل مؤسسات الدولة الموجودة كمثال فإذاك بالاستنباط من الكل إلى الجزء لكن هنا بالاستقرائي من الجزء إلى الكل سادسا المنهج الفلسفي ما يسمى منهج الفلسفي هنا اللي هو philosophical approach دراسة الفلسفي الكامنة وراء الأفكار والنظر الاقتصادية وما ترتب عليها سابعا المنهج الكلاسيكي المستجد نيو classical approach دراسة الفكر الاقتصادي من وجهة نظر الكلاسيكي مستجدة بعد حدوث اللاتوازن في المتغيير الاقتصادية كما تراه النظرية الكلاسيكي المستجدة ثامنا قبل الأخير له المنهج المؤسسي أو المؤسساتي institution approach دراسة الأفكار القصادية في إطار المؤسسات الشكلية سأعرفها بعد قليل ما هي اللاشكلية طبعا المؤسسات الشكلية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن السلطة في بلد ما أما المؤسسات اللاشكلية فهي عادات وتقاليد وأعراف الناس هذه الآن العادات والتقاليد والعراف السائدة في المجتمع لها أثر كبير جدا على الأفكار القصادية لأنني من الذين يعتقدوا بأن الفكر هو الذي يصنع الواقع وأخيرا المنهج الكينزي كينزي approach هو دراسة الأفكار القصادية في إطار الفكر الكينزي مثل التوظيف الكامل الموارد وأثر الطلب الفعلي في إطار الفكر الكينزي هذه المناهج التسعة هي التي يستخدمها المفكرون الاقتصاديون إما جزئيا طبعا كليا مستحيل لكن يعني يمكن أن يكون المفكر الاقتصادي انتقائي في دراسة الفكر الاقتصادي بواسط منهج أو مجموعة من المناهج نكمل من يحرك التاريخ هذا السؤال المهم جدا من يحرك التاريخ سؤال مهم جدا طغط على سطح عالم الأفكار منذ العصر الهليني أي منذ الأغريق وتحديدا في أيام أفلاطون وحتى عهد قريب العديد من النظريات الجاذبة تتعلق بالفكر والواقع وتجلت بالسؤال الوجودي هل الوعي السؤال أرجو من أحبتي أن لأن الموضوع مهم جدا هنا وحساس هل وعي الأفراد والجماعات their consciousness وعي البشر هل هو يحدد وجودهم المادي أم أن وجودهم هو يحدد وعيهم هذا السؤال أشغل هذا الشكل الأسئلة الوجودية بال المفكرين على مر العصور منذ أيام فلاطون وأرست وسقراط وحتى هذه اللحظة لنبدأ برأي الفينسوف الألماني جورج هيجل جورج هيجل أو جورج ويلهم فريدريك هيجل وهو من أعظم الفلاسفة الألمان وما زالت آثار فكره وفلسفته تنسحب بظلالها إلى هذه الأيام فنبدأ بفكر الفينسوف الألماني جورج هيجل حول ماذا حول الأفكار يعتقد هيجل بأن الفكر هيجل يعتقد بأن الفكر والعقيدة والثقافة والدين وما يدور في فلكها هي البنية الفوقية للمجتمع البنية الفوقية للمجتمع أو ما يسمى بسوصية السوبر ستركتشر وهي التي تشكل العالم المادي من حول ذا وتصنع التاريخ بواسطة الجدلية المثالية أو ما يسمى بالديالكتكال آيدياليزم التي سأشرح إن شاء الله وتناقض الأفكار أي الأفكار عندما تكون في سبيلها التطور لدينا فكرة معينة الآن هذه الفكرة أو الأفكار تتطور كيف تتطور أنا عندي رأي أنت لديك رأي آخر مضاد نتحاور ثم نصل إلى شيء يختلف عن فكرتي أو فكرتك هذه الفكرة تكون بذرة جديدة لأفكار لاحقة ثم لاحقة وهكذا وبالتالي تصنع وقائع جديدة على أرض الواقع كما يعتقد جورج هيكل تأثر هيكل بما قاله المفكر الفرنسي ريني دي كارت ريني دي كارت صاحب القول المشهور أنا أفكر إذن أنا موجود اللي هي باللاتيني كوجيتو إرغو صم أنا أفكر إذن أنا موجود التي قصد بها بأن العقل هو المبتدأ وأن المادة والوجود هما الخبر وبناء على هذا الإدراك نشأت الفلسفة الجدلية المثالية هيكلين دايالكتكال أيدياليزيم للفيليسوف ألماني هيكل جاء مختصرها تحت عنوان رمزي هو هبوط من السماء للأرض بمعنى آخر الهبوط من العقل إلى المادة وليس العكس نكمل انطلق أهيكل من فكرة الروح أرجو أن تركزوا أحبة الطارق المتابعين فكرة الروح وهي باللغة الألمانية قست وهي تشمل هنا المقصود بالروح ليس روح الإنسان التي تصعد وتفيض لله سبحانه وتعالى لكن هنا قست المقصود فيها تشمل الأفكار يعني أضحها بتميز الأفكار في المجتمع والعقيد الدينية والثقافة والأخلاق والقانون والتعليم والأسرة هذه الأشياء باللغة المعاصرة هي المؤسسات أعيد الحديث أن الروح القست باللغة الألمانية المقصود فيها هي الأفكار السائدة في المجتمع والعقيد الدينية والثقافة والأخلاق والقانون والتعليم والأسرة وأشياء أخرى يعني ليست مادية وهذه الأشياء باللغة المعاصلة هي المؤسسات الشكلية واللشكلية التي ذكرتها وعرفت أن المؤسسات الشكلية هي القوانين والتعليمات والأنظمة والقرارات الصادرة عن سلطة أما المؤسسات اللاشكلية هي العادات والتقاليد والأعراف في المجتمع السائل في المشكلة هذه تشكل بمجموعة ما يسمى بالوعي إذن الوعي هو الروح هو القست هو الأفكار السائدة في المجتمع من عقيدة دينية من ثقافة من أخلاق من قانون عادات الأسرة إذن هو الوعي هذا تشكل بمجموحة ما يسمى الوعي أي وعي الفرد بوجوده المعنوي ويترسخ هذا الوعي في وجدان الفرد والجماعة ويصنع مبدأ الفكرة ونقيضها الوعي هو الذي يصنع الفكرة ثم يصنع النقيض لا تجتمع الفكرة ونقيضها في الآن ذاته وقد تصور هذا الفيسوب بأن الأفكار ونواقضها في صراع مستمر هنا هذه ناقصة جملة طبعا مستمر وفي حالة باتصادهم بينهما تصرع إحداهم الأخرى لينتجوا عن ذلك ما يسمى المركب إذن في عندي هنا thesis anti-thesis أوكي بعدين اللي هي premise أو ما يسمى بالإشي اللي راح إن شاء الله أشرحه بعد قليل synthesis وهو حالة جديدة تتبلور من الصراع الدائم بين الأفكار إذن في عندي الآن ثئة الفكرة نقيضها ثم synthesis أو المركب هو حالة جديدة تتبلور من الصراع الدائم بين الأفكار وهكذا يخلق التاريخ المركب هو فكرة جديدة يمكن تشبيه ظهورها كما لو أنها بذرة لنبتة ما لا تلبث أن تثنى بعد زراعتها لتنتج دورا وسيقانا وأوراقا ثم بدورا وهكذا والأفكار هي المرآة التي تعكس عمق العالم المادي وبالتالي فإن الأفكار وما يدور حولها وتضادها وتطورها تسبق العالم المادي وبكلمة أخرى يقول هيقل بأن الوعي يسبق الوجود وليس العكس فالبشر كالطفل الصغير لا يعو هذا الطفل لا يعي العالم أنا أحط باللون أحمر لا يعي العالم المادي إلا بواسط الأفكار دائما تتطور وهي الرسم الآن يعني باختصار بالقول أنه هذه الفكرة هذه الفكرة هذه نقيضة إذن تتناقض هنا في صراع مستمر فبعدما تصرع إحداهم الأخرى يصير عند التغير فينتج المركب كما ذكرت قبل قليل نكمل الآن أرجو الانتباه إلى هذه التمثيلات البيانية أحبتي مثالية هيكل هذه مثالية هيكل Idealism هي ما يسمى الروح العقل الأفكار قست وهي ماذا هي عبارة عن الأفكار العقيلة والثقافة والدين والأخلاق والسياس والقانون والتعليم والأسرة والإعلام والفنون السائدة في المجتمع هذه كلها هي المؤسسات كما ذكرتها ونسميها البنية الفوقية للمجتمع لاحظوا لي أرجو الانتباه أن نبدأ بالخطوة الأولى للمثالية هي التي هي انطلق من الروح التي هي العقل الأفكار وهي عبارة عن الأفكار والعقيلة والثقافة والدين والأخلاق والسياس والقانون والتعليم والأسرة والإعلام والفنون السائدة في المجتمع هذه تشكل بمجموعة المؤسسات وهي البنية الفوقية للمجتمع والسوبرستركتر وأنا الآن لدينا مرأة هذه هي المرأة هذه هي المرأة مرأة أرجو الانتباه الآن المرأة هذه الأفكار هنا في هذا الجانب إلى يمين المرأة تعكس العالم المادي كما ذكر هيقل يتطور البشر جراء الأفكار وتضادها إذن هنا لاحظوا لي الأفكار والعقيد والثقافة كما ذكرت هنا لاحظوا هذا السهم الآن هو الأفكار والعقيد والثقافة وهي التي تحدد العالم المادي هذه الأشياء تنتج الواقع الذي يتكون من الاقتصاد وأسريب الانتاج بما فيها طرق ضبطه بواسط على سم المثال الرأسمالية أو الاشتراكية أو الشعوعية أو أي نظام سياسي انتاجي هذه يعني الآن الرسومات وعلاقاتها وترتيبها التسلسلي هي مثالية هيقل ننتقل الآن إلى طبعا خلينا أشرح بعض الشيء هنا ننتقل إلى المادي الماركسي أو ما يسمى بماركسان ماتيريالزم لأنها النقيب أولا كان من الفكر الشيوعي كارل ماركس كارل ماركس من تلامذة الفيلسوف هيقل كان من تلاميذه وقد تأثر إلى حد بعيد بأفكار الفلاسفة الإغريق ومنهم سقراط وأفلاطون وأرسطون وهم هؤلاء الفلاسفة الإغريق ممن تبنى الفكر المادي في تفسير حركة التاريخ وما أصبح يعرف في العصر الحديث بالحتمية الاتصالية أو ما يسمى Economic Determinism صاغها كارل ماركس تحت ما يسمى الجدلية المادية أو Directical Materialism عكس ماركس آراء هيقل رأسا على عقب وشدد على أولية القاعدة أولوية القاعدة المادية أن طلق من المادة التي تشمو الاقتصاد وطرق الإنتاج وطرق ضبط ضبط الإنتاج بواسط منظومة سياسية معينة كأن قول الرأسمالية أو الشيوعية فبدأ حسب آراء الفلسط المفكرين من الأرض إلى السماء هناك هيقل دكالنا أنطلق من العقل إلى المادة أي من السماء إلى الأرض طبعا تشبيه هنا كارل ماركس انطلق من المادة إلى العقل أي من الأرض إلى السماء بعكس ما تصوره هيقل الآن دعنا نضع الجدري المادية برسوم بيانية بتوضيح بيان هنا مادية ماركس ماتيرياليزم الآن والقاعدة المادية ماتيريال بيس التي انطلق منها اللي هي هي الواقع الواقع الاقتصاد كما هو السليب الإنتاج كما هي بما فيها طرق ضبط الإنتاج بواسطة الرأسمالية أو الاشتراكي أو الشوعي أو أي نظام سياسي إنتاجي هاي اللي هي منها يصنع التاريخ هذا الآن الجانب كأنه واقف أمام مرأة هاي المرأة هذا المرأة الآن وعلى الطرف الأيسر من المرأة تصنع البنية الفوق هنا هذه اللي هي الواقع المادي الاقتصادي كما هو واقع المجتمع كما هو الذي يصنع البنية الفوقية للمجتمع فهذه الآن طبعا البنية الفوقية هي التي تصنع الأفكار والعقيدة والثقافة والدين والأخلاق والسياسة والقانون والتعليم تصنع ثقافة الأسرة والإعلام والفنون السائدة في المجتمع وهكذا يصنع التاريخ من وجهة نظر كارل ماركس أرجو أن أكون قد بيّنت في هذا المقطع البسيط يعني إن شاء الله أهم الأشياء التي من واجب طالب ما يسمى بعلم تاريخ الأفكار الإقصادية من واجب أن يتعلم حتى يعرف ما هي الأفكار الفلسفية التي تكمن وراء التاريخ لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل تعميم لغة الضاد لغة القراءة المجيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تاريخ ترجمة نانسي قنقر